موسي والحزب الدستوري الحر بيان أصدر الحزب الدستوري الحر وين أعلن البارح لاثنين ثمانية جنفي الفين واربع وعشرين دخوله في سلسلة من التحركات النضالية السلمية لاسترجاع حق رئيسته عبير موسي في الحرية والتصدي لمحاولات حرمانها من حقوقها البدنية والسياسية والدفاع عن حق الشعب التونسي في اختيار من يحكمه عبر الانتخابات انتخابات تنافسية متابقة للمعايير الدولية واعتبر الدستوري الحر في بيانه أن رئيست عبير موسي رهينة سياسية بسجون السلطة في إطار مخطط إقصائي واضح المعالم يهدف لإلغاء المنافس الجدي والديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة وفسح المجال للحاكم بأمره على السحة العامة وبث مناخ من الرعب والترهيب لإخراس الأصوات باستغلال النفوذ على أجهزة الدولة والمؤسسة القضائية باستعمال المال العام وتسخير الأعلام العمومي للقيام بحملة انتخابية غير شرعية تعليق كانت متفوتة بين اللي كان معا لكلم هذا وقال فما منه اليوم ما فماش منافسين للرئيس فالانتخابات تعليقية خير يقول المعارضين الكل اليوم في السجن وهذا يطرح برشة تساؤلات وفما اللي كان عنده رأي مخالف برب ما تهزوش القضية لمنهج آخر أو طرحة بطريقة أخرى ذر رئيس الجمهورية فما اللي كتبه وقال خليه القضاء يخدم خدمته والقانون من بعد ينصفها كانها ظلمة أو مظلومة رهينا سياسية بسجون السلطة في تار مخطط إقسائي واضح المعالم يهدف إلى إلغاء المنافس الجدي والديمقراطي للانتخابات الرئيسية المقبلة وفصح المجال للحاكم بأمرها كيقول البيانة تعدى سوري الحر على الساحة العامة بث منخ الرعب وترهيب لإخراس الأصوات هذا مثلاً المقدمة بتاع البيان شو نعلقه حاتم عنك؟ وليه أخذر معناها حاجة مشروعة له بش تخمك كيك توا برب اللي ترقاه تلع في السنداج واللي معارضه بتاع قيس سعيد في السجن معناها بش تقول صدفة بش تقول قدم صدفة صدفة مع واحد ثنين ثلاثة ومن بلوس القضايا اللي معناها متاع الناس هذوما سياسيين اللي هما عرفوا ولا اللي هما علاوا صوتهم معناها واعتبروا اللي اللي صار في خمسة وعشرين جويلة غير الشرعي معناها نرقاهم القضايا متاعهم نحنا بيدنا كمواطنين كراهي عام ما نعرفوش دونك هذي يخلي الاشكال النقطة الثانية فما مشكلة في الحزب الحور الدستوري الحزب الحور الدستوري فيه ممثلة واحدة حتى توريت النظالات ما فما حتى حد تعرفه متنجم تسمي حتى حد ما فماشي نوتر فيجور فماشي واجه اخر الحزب بش يقود هذوما الاحتجاجات وكل شي دخلت الرئيسة تقول الحزب الكل تخل بها يكلوا بقانونه الداخل وكل شي واللي قعدوا البرشة حتى في السنتيم تاعنا ونقولوا جميعا مناصرين لها مش هيك القوية دونك هي ما عملت الفراغ والفراغ ذيكا قعد تخلص في السنتيم ونختم بحاجة برك الناس اللي يقولوا بربي خالي القضايا يخدم ويظهر الحق حقنا هذوكم اللي يتكلموا كيك ندخلوهم على المسجوني هخاليوا القضايا يخدم على الروح وقت اللي يغلط القضايا يقول سامحني وما سار شي وقت نخرجهم اهم بربي هذي تخوش عليه تتبرى انتي من اي تحليل ايجابي من اي تحليل منطقي من اي رأي يكون معناها اموها فيها في شوية ونطايا في شوية كل شيء لك هذيك تعلق صديقنا احمد الفرشيشي يقول بربي بقال كلمة في حق مدام عبي رموسي عليش تحكيوا عليها كانت حق ريتكم ويزيوا من سامحوني في العبارة رويق متاع زي ما عندكم مبدأ اباعك وحدك جوب صديقي ما مش رويق مانا سامحنا على مبدأ كانت قلقك الفازة سيفري عبي رموسي يثبتنا اكثر من مرة بالداتاشو والشي والعارض وتصورنا واتهمتنا بكل التهم هنا وغيرنا وكل البلاتويت وكل الاعلاميين وكذي ولكن هذا لا يمنع اننا نحكيوا ونقولوا عليش المرأة هذي اللي هي مرأة مواطنة ام نجمو نتعاركوا معها نجمو نختلفوا معها نجمو كذي ولكن مش معناها كي هي اليوم في السجن اي خلي مانا سبع عبي رموسي في السجن لا نحاول نحاول بيقدر الامكان هكا شوية نسيمو حتى بواحد بالمية ان نقسوا العقلية جديدة الثقافة جديدة قد نختلف معاك ما نحبكش تموت ما نحبكش تدخل الحبز ما نحبكش حياتك تتحطم كان ما عملتش انتي ماذا بيت تقعد معايا ونقعد ونتعاركوا في الدنيا معنا يو محمود نحنا نحبوه يا ما نروفو عليه تسير له حاجة موجودين معاك موجودين تيما اختلنا حياتنا ونفددنا اما كتسير له حاجة لعمل تقول يما موجودين مع محمود يالا تفذل محمود شو باه اللي قالوه الكله بنسبة كبيرة صحيح يباه اليوم انتي كخطوة سياسية اخرى بخلاف الاحتجاج شنو ناوي تعمل يباه وفهمة قواصة مشتركة اليوم مع عدة اطراف سياسية اخرى تتقاسموا فيها انه اليوم المناخ ما هوش المناخ الملائم باش نخوضوا فيها انتخابات سواء رياسية وانتخابات اخرى نبنيه على القواصة المشتركة ولا نقعد وننفر وفي بعضنا العباد الكل لنضيع من بين يدين الناس كل يدعو كذا هو اليوم الحزب الحر الدستوري ينزموا يتعلم يدخل في منطق التعامل السياسي على خاطر والتحالفة والموازين القوى على خاطر باش تقعد ديمة وحدك باش تقعد ساعة انت ضعف في القوات ديمقراطية اللي يتأمن بالمبادئ المشتركة لبناتكم وزيدة كيف كيف شكون يقول انا غدوة زيدة انت الحزب الحر الدستوري كي توصل الحكم ما تمارسش نفس الشي اللي توا قاعد يتمارس عليك دوقت باش توري عكس هذا لابد انك تمد يدك مد يدك على الاقل للقوات اللي تتقاصم معها الحد الادنى المشترك وخاصة في توفير مناخ ملائم لاجراء انتخابات سيناء تعرف كيفاش مش مش يكون مناخ ملائم مش توقع دعبير موسي في الحمس وعيسا مش يربي في الحمس وغازي تشواجبي في الحمس وجميع الكل في الحمس وتقول نعطيه فرصة تعطيه فرصة انت للنظام القاد يقول لك في الأخير هو ما مشتتين ما عندهم حتى قواس مشتركة بينتكم رب يفارج على المردومين اللي كله هو دستوري الحر كي هكا تخمم شوي فيكن بودروكيو للعكس تماما بتاع النهضة النهضة مستعدة تحالف مع الناس كل اي واحد موجود يجا نتحالف من بعضنا نحكم من بعضنا نعرضوا من بعضنا واعبير موسي مستحيل تتحالف حتى تخول الحزب ليس مستخبارات ودنيا وكذا ما قوليش النهضة والدستوري من ولئك معناها للحزب ما قوليش النهضة والدستوري مش تحالفوا لليه نحكيلك الفرق ما بينجوز أحزابك بارف البلد بي فيش انا ولا اشياء واحد مستعد يتحالف مع الجميع حتى أحزب في فرصة هو الدستوري الحر نخرجوا من البنية متاعنا انتهى الموضوع ناكيب تعال لك بل ما نخرجوا في واسل انا عندي ملحوظة صغيرة بركها راف خللي ناكيب كله كوم وها قصر العدالة جديد اللي تبناء كوم اخ اللي هو خوك زيكر بارك ربي فضلو بنينها لقصرة ذي اللي هو فيسبوك ياخويا ابنيونا قصر عدالة اسمه فيسبوك ولبسونا محامين لكل بالازرخ ما احتراميتي لكل المهن انا احترام المهن لكل سببتهم فقراسي اما اجدخلك بربي عتار الحومة خذار زازار نجار على وزن آر لكلهم اذوما اجدخلكم تحب توليوا قضاة تناقشوا في قضاة اللي هو مقارين قريت على روحك انت يا وليد قاضي شو المناقشة ذي فيسبوك يبطل تاو قصر العدالة مدعي عمومي ولا نيابة العمومية ولا كذا يا رب عوديهم ويستمناوا سي زايدة زيادة وسي زعتوت بن بقال في الفيسبوك بنشون بن بقال بالبقال اي يحكموهم اي نعم يحكموها ذوما نسى ذوما وحنا نسمعهم بربي نقسم المناقشات في المراضيات القانونية وعاشها من عرف قدرة وجل سدونة انا معاك نقيب يقصد فيكم يقصد فينا اي اما بدرجات مختلفة ماهوش قرآن حتى لا يناقش لان الحكم القضايا زيادة مبني على قوانين ومبني على اعرف وفم منطق وديما نقوله من القضايا كي يغلط شو نعمل ما نحكيهوش احنا جملة نقعد ونستنع ما قلناش غلطي اخي تفهم القانون ما قلناش غلطي ما قلناش غلطي في القضايا زي تم ايقاف اللي ادفعليك النقيب هل يمثل خطر على الوطن ما نجامش يقعد يستنى في دار ويمشي يبحث وبعد يمشي يبحث عليش يحدي ستة سبعة شهر هو في الحبس قال لورك هو بشهر ليمثل خطر على امن الدولة لا حد شي هذا من الاسئل اللي ترحناه في عدة قضايا هذا من حقنا نحب نقصه العقلية انه يكون المبدأ هو الحرية مش المبدأ اللي واحدة عليه شبهة حل نعود بعد الفصل صباح الخير تونس